طيب على كل حال خلينا نكمل مع حضراتكم ونروح مقر جريدة اليوم السابع ومرسيتنا العزيزة مريم ساميح عشان نتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المختلفة يعني مريم صباح الفل عليكي طبعا في البداية أصبح عليك يا نهواند وبقولك حمد الله على سلامتك مرة تانية وبصبح عليك يا كريم وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان الله سلامك يا مريم والله بجدر كنت بقول في بداية الحالة فعلا الهوى وحشني والناس وحشتني وأنت وحشتوني جدا يعني الغيبة كانتش طويلة بس الواحد لما بيبقى واخد أنه كل يوم بيطلع على الهوى يعني أكيد بتفرق جدا خليني بس أروح معاكي مهمة قوي أن احنا نسألك عن المنشطات المختلفة التي تناولت فوز منتخب بقى مصر عايزين نعرف ماذا كتب برضو عن هذا الفوز وكان صعب أو البعض لو كان حد وصفه يعني أنه هو مختلف عن فكرته أنه هو صعب تفضل حيانا هواند أن احنا أهم منشط معنا احتفاء يعني الكاف أو الاتحاد الأفريقي لقرة القدم بمحمد صلاح نجم منتخب مصر ده طبعا بعد هدفه اللي أدى إلى فوز ثمين اللي وصفه كل التقارير الصحفية والمنشطات الصحفية أنه هو فوز ثمين على منتخب غينيا بساولة لأن الحقيقة يمكن كان فيه بعض التخوفات بعض الشيء من طبعا المزير الفني كيراش بعد مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا ولكن يعني الحمد لله قدر محمد صلاح أنه هو يكسر العقدة اللي كانت موجودة لدى بعض الجماهير وخلينا نبدأ في أول منشط معانا من الشروق كاف عن هدف محمد صلاح أمام غينيا بساول فعلها كافر عون واحتفل كملك احتفل اتحاد الأفريقي لكرة القدم طبعا بالنجمة محمد صلاح نجمة منتخب مصر بعد تحقيقه فوز ثمين على منتخب غينيا بساول عن طريق هدف محمد صلاح الوحيد ده طبعا فيه إطار منافسات الجولة التانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا بالمجموعة الرابعة والحقيقة كان فيه احتفاءات كثير ولكن كان الاحتفاء عن طريق الحساب الرسمي لا تويتر لا الكاف واللي قال طبعا فعلها كافر عون واحتفل كملك ويمكن كمان طوج صلاح عن طريق بعض الاستفتاءات أو كمان طوج فيه المباراة كأفضل لاعب متفوقا على بقية نجوم الفرعينة وأيضا على نجوم منتخب غينيا بساول وبهدف محمد صلاح وبفوز منتخب مصر الحياة أن منتخب مصر حقق ثلاث نقاط همين جدا في مشواره بالمجموعة الرابعة وأصبح فيه المركز الثاني ده طبعا خلفا لمنتخب نيجيريا اللي بيأتي فيه المركز الأول متصدرا المجموعة برصيد ست نقاط وفي المركز الثالث منتخب غينيا بساول بنقطة واحدة فقط ده طبعا بفارق الأهداف عن منتخب السودان من موقع أخبار اليوم أكرم توفي يصل القاهرة وصل طبعا نجم منتخب مصر والنيدي الأهلي اللاعب أكرم توفي إلى القاهرة منذ ساعات قليلة الحقيقة كان فيه عدة مواقع صحفية كانت في استقبال النجم أكرم توفي واللي كان حريص أنه هو يحضر مباراة منتخب مصر أمام غينيا بساول على الرغم من إصابته في مباراة نيجيريا الحقيقة أن أكرم توفي سيجري بعض الإجراءات الخاصة بسفره خارج البلاد لطبعا إجراء جراحة خارج مصر وطبعا تلقي العلاج اللازم ده طبعا بعد ما أصفرت الإشاعة الخاصة به عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي ويمكن هيغيب أكرم توفي للأسف عن الملاعب خلال الأشهر المقبلة وطبعا يمكن أي لاعب يصاب بهذه الإصابة أو الرباط الصليبي تحديدا بيكون عنده نوع من الإحباط ولكن أكرم توفي بسبب دعم الجماهير المصرية وتحديدا جماهير النادي الأهلي الحقيقة أنه هو يمكن عنده معنويات مرتفعة بعض الشيء على الرغم من إصابته وطبعا أكرم توفي زي ما احنا عارفين أو وصفوا التقرير أيضا أنه هو لاعب هام جدا في صفوف منتخب مصر وأيضا في صفوف النادي الأهلي ومن موقع ألا شرق الأوسط سيتي يحسم القمة أمام تشيلسي بهدف دي بروين رائع ويحلق منفردا بالصدارة سجل ألا بلجيكي الدولي كافن دي بروين هدفا من تزديدة رائعة ليحسن فريقه منشاستر سيتي ألفوز في مباراة قمة المرحلة 22 أمس أمام تشيلسي بنتيجة 1-0 وبكده أنه قطع خطوة كبيرة جدا نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وبتاعت كمان يمكن عن مطارده تشيلسي بفارق 13 نقطة وبات من الصعب اللحاق بفريق المدرب الإسباني جورديولا المحلق منفردا طبعا بالصدارة ويمكن منذ تولي تدريب تشيلسي انتهت أربع من خمس مباريات مع سيتي بنتيجة 1-0 ولم تشد هذه المواجهة عن القاعدة ده طبعا منذ تولي تخال تدريب الفريق وأخيرا من اليوم السابع مواجهة قوية بين ريال مدريد وبلباو في نهاي كأس السوبر الإسباني الليلة يخود فريق ريال مدريد الإسباني مواجهة قوية أمام أتلاتيك بلباو في تمام الساعة الثمانة والنصف صباح مساء اليوم الأحد في المباراة النهائية للنسخة الحالية من بطولة كأس السوبر الإسباني على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض وتأهل طبعا ريال مدريد للنهائي بقيادة مدربه الإيطالي أنشلاطي لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب غريمه برشلونا بنتيجة 3-2 في الأشواط الإضافية للمباراة التي جمعت بين الفريقين على نفس الاستاد وهو استاد الملك فهد الدولي ضمن دور نصف نهائي للنسخة 38 من كأس السوبر الإسباني وبيسعى ريال مدريد طبعا لتحقيق الفوز باللقب ال-12 في كأس السوبر الإسباني ده طبعا عشان يضيق الفارق على غريمه التقليد برشلونا واللي بيعدل أكثر تطويجا باللقب بعدما توج بسوبر إسباني 13 مرة وحصد ريال مدريد اللقب 11 مرة من إجمالي 17 مشاركة في هذه البطولة وطبعا أتلاتك بالباو يعني صعد للنهائي بعد تغلبه على أتلاتك ومدريد بنتيجة 2-1 دي كانت جولتنا الصحفية لكل العنوين الصدرة صباح اليوم الأحد من داخل صالة تحرير اليوم السابع بشكركم جدا عودة لكم مرة أخرى نحن كانت مشكورة جدا على هذه التغطية الرائعة يا مريم شكرا لك جدا